التطوير نخش دلوقتي في التطوير ودي أول مرحلة هنمشيها خطوة بخطوة كده ان شاء الله بإذن الله تعالى وتفهموها معي بإذن الله ببسطة التطوير معتمد على المرحلة اللي قبلية اللي احنا شرحناها في المحاضرة اللي فاتت مرحلة التصميم بيبقى فيها مدخلات خلاص خرجة منها هي يعني بتبقى مرحلة التصميم خرجة منها مخرجات بتعتبر في مرحلة التطوير اللي هي مدخلات المدخلات دي بتبقى عبارة عن الأهداف السلوكية أدوات القياس والمواصفاتها طرق وتنظيم المحتوى مستويات ومواصفات استراتيجية التعلم أو التعليم وأساليبها والمواد التعليمية ومواصفاتها اللي هي بيبقى السيناريو المواد التعليمية ومواصفاتها ده السيناريو وده أجلتها إن شاء الله المحاضرة جاية عشان ده ناخده بالتفصيل اللي واحده إن شاء الله المخرجات في المرحلة دي اللي هو النموذج الأولي للمنتج بتاعه اللي بابني عليها الشغل بتاعي وده بتبقى نسخة أولية من المنتج أو المادة التعليمية أو المقارر الرقمي بتاعك دي اللي بنتبق فيها السيناريو كامل لكل الشاشات خلاص منشوف المواصفات بتاعتي الحاجات دي كلها وده اللي هنأخدها ساعة السيناريو إن شاء الله وببدأ أصممها ومين اللي بيصمم دي بقى كل ده عندي فريق عمل كامل طبعا بس قبل ما أخش في فريق العمل في شروط لازم تبقى متوفرة في النسخة دي أو خصاص اللي هي تحقق شروط ومصفات التصميم وده هنأخدها إن شاء الله في السيناريو بناء تركيبة المواد والأدوات والوصولات التعليمية أن يتم إنتاجها وفق خطة محددة وفي وقت قصير خلاص لازم تستخدم الوقت محدد لطبط جودتها قبل التجريب يعني فيه وقت محدد لازم تكون فيها لازم تكون مرنة وقابلة للتعديل بعد تطبيقه وده مهمة جدا جدا يعني اللي إحنا مش تبقى جزء لا ده جزء أقدر أطبقه أو أعمل تطبيق ليه أولي ويبقى النسخة دي أقدر عدل فيها بعد كده متبقاش إيه مش قابلة للتعديل فده يعني تفاصيل النقط دي كلها هنخدها ساعة السيناريو إن شاء الله عشان إحنا هنبدأ نمشي بالسيناريو طبقا للمواصفات والخصائص دي فريق العمل بتاع التطوير وده الجزء التاني اللي إحنا بنخرجه الجزء التاني أو الوظائف التانية اللي بنخرجها من المقرر بتاعنا غد وظيفة الراجل اللي بيعمل تحليل المقرر اللي هو المصمم التعليمي لأ احنا بنخرج واحد ممكن بنخرج مالتي ميديا ديزاينر بنخرج مالتي ميديا بروجرامر بنخرج مونتير بيديو ايديتور بنخرج اوديو ايديتور مصمم رسوم متحدكة مصمم جرافك طبعا انا مش هغطي كل الوظائف دي في الشرح بتاعي بس وعدكم اللي احنا ممكن نعمل بعد كده مقررات منفصلة لكل واحد لوحده لكل واحد ايه لوحده بس هخرج انا ايه انا هخرج تلات حاجات مع بعض ومدمجين مع بعض وفيه حاجات هستعين بينها مبارا هخرج مصمم ومبرمج وسائل متحددة اللي هو هيقدر يشتغل على برنامج اوسر انج تولز ببعض ادوات البرمجة البسيطة ويطلع مقرر رقمي او درس رقمي رائع جدا وهخرج مصمم رسوم متحركة اللي هو هيقدر يصمم خلفيات وازرار تبقى خاصة بالمقرر بتاعته وتخدم المقرر ما يكونش جاي بصور ايه جاهزة وده ان شاء الله بإذن الله لو عيدكم في الجزء العمل اللي انا هغطيها بتغسيله ففريق عمل التطوير بيبدأ يشتغل في التطوير في الجزء ده اللي هو بيبدأه ياخده السيناريو ويبدأ يترجمه على شكل صور وشكل شاشات شكل ميديا شكل فيديو حسب السيناريو وحسب تنفيذه وده اللي احنا هناخده ان شاء الله بالتفصيل المرة الجاية ايه بالزبط كل حاجة خاصة بالسيناريو وازاي ننفذه تمام دي المرحلة خلصت مرحلة بسيطة جدا اللي هي مرحلة النسخة الاولية ومرحلة الفريق العمل اللي بيشتغل طبعا دي المرحلة اللي هي بتاعته التطوير دي اللي بتغد شغل كتير وكلها شغل تصميم وبرمجة وده جزء من الجزء المقرر التاني اللي هو الجزء العمل عندي مرحلة التنفيذ مرحلة التنفيذ زي ما انتم شايفين مراحل بتنقسم لكذا حاجة مراحل عملية التنفيذ طبيعة البرنامج التعليم اللي هيتنفذ المصمم هيركز على ايه في مرحلة التنفيذ مرحلة ما بعد الاستخدام او ايه العرض خلونا نمشي على المرحلة التالتة لها مرحلة التنفيذ نمشي خطوة خطوة ونشوف هي ايه تفاصلها